مارس الكورر لمبارتي الدرويش أمام نادي زد في افتتاحية الدوري والاتحاد السكنداري في الجولة الثانية من المسابقة المحلية لتحديد نقاط القوة والضعف في خطوط الإسماعيلي وأبرز لاعبيه وفكر مديره الفني إيهاب جلال ولفت كل الأنظار لاعبيه لأن مستوى الإسماعيلي يختلف تماما عن سان جورج الأسيوبي ونادي إمبي الذين أطاح بهم الفريق الأحمر من دور أبطال أفريقيا وكأس مصر بعد أن سجل في مرمى الفريقين بعدد وافر من الأهداف لترد الحالة الفنية والبدنية للاعبي بطل أسيوبيا واعتماد تامر مصطفى مدرب نادي إمبي على مجموعة من الناشئين الذين تنقصهم الخبرات في الوقت ذاته يوجد أكتر من لاعب الإسماعيلي يمتلك ثقافة التعامل مع المواجهات الكبرى مثل الحارس محمد فوزي والتونسي حمد النجاز المدافع الأيمن وعبد الرحمن مجد لاعب الوسط وباسم مرسي رأس الحربة بجانب التجولي الخطير ياو أنور شكرا